وينضم إلي في استوديو العربية الحدث مسعود الفكر الصحفي والمتخصص في شأن الإيراني أستاذ مسعود أهلا بك معنا في حدث اليوم هل تعتقد فعلا أن هناك اختلاف في العلاقات ما بين إيران والولايات المتحدة في عهد روحاني؟ هذا الاختلاف موجود بدون أدنى شك وهذه الاتصالات هي لتجاوز هذا الاختلاف ولكن يجب أن نعرف بأن العلاقات الإيرانية الأمريكية سوف تتحول وتتطور بدون أدنى شك لسببين إيران بحاجة وضحة الاقتصاد السيء والظروف المعيشية السيئة الذي لا يشمل بس الظروف المعيشية بل الطيران الإيراني الطيران المدني الصناعات النفط والغاز كلها تحتاج إلى استثمارات وعمل والأمريكان أيضا ينظرون إلى إيران كسوق اقتصادية كبيرة عدد سكان 80 مليون ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في العالم كل هذه الأشياء إغراءات للأمريكان الأمر ليس فقط هو الملف النووي والخلاف حول سوريا نعم يعني من مصلحة الطرفين أن يتم إنهاء هذه الخلافات الآن في هذه الفترة الرئيس روحاني في حديث للواشنطن بوست تحدث عن أجال زمنية تحدث عن شهور وليس سنوات كي يتم الوصول إلى حل بشأن النووي الإيراني المثير للجدل هل تعتقد بالفعل أننا أمام حل تاريخي لهذه المعضلة لهذا الملف قريبا خلال أشهر كما قال الرئيس روحاني المفاوضات الإيرانية مع الغرب حول الملف النووي بدأت قبل عشر سنوات صحيح وأظن لا يستطيع أحد أن يستمر في المفاوضات بعد عشر سنوات لم يبقى أمام الإيرانيين ولا أمام الغرب إلا إنهاء هذا الملف خلال أشهر وهذا أعتبر التحصيل حاصل هناك بعض الاتفاقات أنا قلت من قبل بأن الإيرانيين والأمريكيين متفقين من خلال الرسائل المتبادلة حول الأطر العامة للملف النووي الإيراني والأم يرتبط وأنا أكرر يرتبط بالنسبة المئوية للتخصيب وإيرانيين سيقبلون بنسبة أقل من عشرين بالمئة لا يمكن تحديدها خمسة بالمئة أو شيء من هذا القبيل ثم بعد ذلك سينطلقون إلى الملفات الأخرى الساخنة بين البلدين وهي ملفات شائكة جدا لكن أستاذ مسعود لطالما تحدثنا عن سلطة المرشد علي الخامنئي وحرية التصرف المسموح بها للسيد روحاني هل إذا قبلت حكومة روحاني تخفيض نسبة التخصيب إلى خمسة بالمئة والقبول بشروط الغرب الأخرى معنى ذلك أن تكون بالفعل هذه هي القرارات التي ستتخذ دون معارضة من المرشد بدون أدنى شك روحاني لا يستطيع أن يتحرك بخصوص الملف النووي والقضايا الهامة في السياسة الخارجية دون استشارة المرشد بدون أدنى شك روحاني يتصرف من هذا المنطلق ولكن إلى متى يبقى المرشد أيضا إلى جانب حسن روحاني هذا هو السؤال لماذا يعني تعتقد أن حسن روحاني تلقى ضوءا أخضر من المرشد الأعلى بدون أدنى شك ولكن النقطة اللي أريد أوضحها بأنه هل المرشد سيبقى دائما يعطي الضوء الأخضر دون الأخذ بنظر الاعتبار اللوبيات في الداخل التي تضغط من جهتها في تركيبة النظام المعقدة من صراع الأجنحة وهو التيار المتشدد هل سيبقى إلى الأبد إلى جانب حسن روحاني دون أن يأخذ بنظر الاعتبار التيار الآخر اليوم كان في صلاة الجمعة الشعارات ضد أمريكا كانت أعلى من أي يوم آخر الموت لأمريكا هذا يدل بأنه التيارات المتشددة بدأت تحرك عناصرها داخل مؤسسات الدولة وداخل صلاة الجمعة التي هي صلاة رسمية تابعة للحكومة والتركيز على الشعارة الموت لأمريكا هذه الأشياء تدلنا إلى التركيبة المعقدة للنظام لذا هل هناك ضمانات بأن المرشي سيبقى بشكل مستمر إلى جانب حسن روحاني دون أن يأخذ بنظر الاعتبار التيار المتشدد هذا هو السؤال وخاصة إذا أخذنا بالاعتبار نقطة أخرى مهمة أثارت جدلا كبيرا في إيران هو حديث السيد روحاني عن المحرقة محرقة اليهود وأيضا حديثه عن إسرائيل بشكل عام بدأ أن هناك طرحا مخالفا تماما لو قيادة إيرانية في هذه المرحلة تجاه إسرائيل التي كانت العدو رقم واحد بعد أمريكا أنت كيف تنظر هل هناك بالفعل تغير في نظرة إيران الاستراتيجية تجاه إسرائيل إيران تعرف لمغازلة الغرب تحتاج لهذه الوراقة وخاصة لمغازلة أمريكا فأحمد النجاد لم يطلق إلا شعارات تجاه إسرائيل وإيران وصلت إلى نتيجة عندما هذه الشعارات تضرنا لماذا نستخدمها كان له تصريح مهم ردا على سؤال هل تقبلون بدولتين فلسطينية وإسرائيلية شيء من هذا القبيل قال حسن روحاني نحن نقبل بما يقبل به الشعب الفلسطيني وهذا يعتبر تطوره ولكن هذا ليس موروث هذا موروث الفترة الخاتمية النقاش حول هذا الموضوع انطرح من قبل الحركة الإصلاحية في الفترة الخاتمية ولكن بعدما جاء أحمد النجاد توطف هذا وكل شيء طرح في فترة الخاتمية تم طرحه بشكل عكسي في فترة أحمد النجاد نعم شكرا جزيلا لك مسعود الفكة الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني كنت معي هنا في تدبيل العربية الحدثة شكرا شكرا